تحياتي وأهلا وسعلا فيكم في حلقة جديدة من سيلفيلي كلاسيكو اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد بالتعاون مع شراكاءنا من طرف برشلونة برشلونة نيوز وشراكاءنا من طرف ريال مدريد مجموعة آر أمفور عرب في تويتر ويوتيوب وأيضا رابطة ريال مدريد الرسمية في العراق حلقة اليوم بعد فوز ريال مدريد في الكلاسيكو الفوز اللي جاء عكس خلينا نحكي المجريات النفسية بالفترة الأخيرة الفوز اللي جاء وسط لقاء جميل فاق توقعات كثير منهم أنا يعني أنا ما كنت بتوقع عشو بكلاسيكو في هذه الإثارة والندية الفوز اللي أكد أنه زيدان عنده سيطرة مختلفة على تشكيل ريال مدريد تحت الضغوط غير عن كل المدربين اللي جاءوا في السابق والفوز اللي أكد أنه لسا كومان أمامه طريق طويل يتعلم فيه على برشلونة والتعامل مع اللحظات الحساسة والحاسمة حندخل تفاصيل هذا اللقاء بعد ما تشتركوا بقناة سيلفيسبورت في يوتيوب وهلا بنبدأ بدأ اللقاء برشلونة بتشكيل بشبه أكثر 4-4-2 مع تفضيل دست على الجهة اليمنى وأيضا بدري على حساب جريزمان بدري بدأ وأعلنت أزمة حقية في الثقة في جريزمان هذه المرة من طرف كومان في المقابل زيدان ذهب نتيجة الظروف نتيجة معرفته أنه الخسارة هتكون كارثية على أجواء ريال مدريد ذهب للخيار المتحفظ بدأ بناتشو وعوض الفكرة الهجومية أنه وله ناتشو ما بدعم فوضع أسينسيو على أمل يكون عنده توازن على الجهة اليمنى رغم ما عرفته بأنه أسينسيو سيئ جدا في هذا الموسم دقاء خليني أحكي بصراحة اللي ولعوا فعليا نص ساعة الفوضى الدفاعية اللي صارت في الشوت الأول الأخطاء الدفاعية الفريقين كان عندهم سوء دفاعي رهيب إما من حيث الأفراد أو من حيث التمركز النسبي ما بين اللاعبين مثلا لو تشوفوا هدف ريال مدريد الأول حنشوف ناتشو فعليا بمرير الكرة بدون أي ضغط رغم أنه خط دفاع برشلونة عم بلعب خط متقدم وبالتالي ممنوع حدا يطلع كرة مرتاح وعم بسليمها بنزيمة أيضا بدون أي ضغط ولما ينطلق بنزيمة تتفاجأ أنه لعبة برشلونة تحرك تحرك ملهوش معنا كل واحد براقب ولا حدا والمهمين يتراقبوا ما تراقبوا بنزيمة كان عنده حرية التمرير وفالفيردي كان عنده حرية التوجه نحو المرمى فواجه المرمى وسجل الهدف الأول ولكن ريال مدريد قرر يرد هذا الهدف لبرشلونة تقريبا بنفس الطريقة فشفنا كسر مصيات تسلل بسيط جدا بدائي جدا ما بصير يكون في الكلاسيكو لعبت ريال مدريد إلا على اليمين مش عارفين كيف خط دفاع واقف جنبهم فالبا بيمرق وفي لعبين ما بيعملوا شيء واقفين جنب بعض ولوحد فيهم قرر يركض معالبا فرح بكل بساطة دخل منطقة الجزاء وضع عرضية ولأنه فاتي أسرع من الجميع كان أول من لمسها وأول من سجل وأعتقد شخصيا لو سجل ميسي الهدف اللي بعد مراوغة راموس أو سجل بنزيمة الهدف البعض العرضية اللي جاءت أمام المرمى كانت اللقاء حياخد منحة سهل للغاية اللي تقدم ليش ببساطة؟ لأنه هجوم ريال مدريد سيء صح فاس ثلاث بس هجوموا سيء حنشرح كيف راحت المباراة للثلاثة فالفريق كان لو تأخر بالنتيجة بهدف ميسي ما كان هيارة فيه هجم لأنه فعليا هذين الثلاثة الأمام تقريبا ولا جملة بينهم هذا الطرف الأول الطرف الثاني عنده مشكلة كبيرة في مسألة خط وسط ودفاعه كيف بنسخه مع بعض العملية الدفاعية دائما في مساحات خلف ظهر الوسط دائما في بطء بالوصول من خط الوسط للمساندة أو حتى للضغط للأمام وهذا الشيء بيخليك تقول له هذون يتأخروا بالنتيجة كان حيصير اللي صار فعليا في برشلونة في آخر الدقائق فشفنا المساحات واللي كان بإمكان ريال مدريد تطلع النتيجة حتى ربما أكثر من اللي طلع فيها والحق يقال لازم النتيجة ما تأثر علينا أول ستين دقيقة للحظة هدف خلينا نحكي راموس من ركلة جزاء كان ريال مدريد هجوميا مش موجود يعني ما في فكرة هجومية أنا كنت قادر أشوفها لريال مدريد ما بين أسينسيو من زيمة نعم بتكلم هذا الكلام لأن المباريات جاي فإذا اليوم الناس خلص رحت للنتيجة وقالت واو ما شاء الله وينسوا اللي شفناه لا في شيء شفناه أنه ستين دقيقة الأولى ريال مدريد ما بيهجم ريال مدريد كان أفضل في خط الوسط أكثر كثافة أكثر صلابة في خط الوسط نعم دفاعه كان المستوى دفاع برشلونة بس هجوميا كان بعيد في حين شفت أفكار هجومية لبرشلونة أفضل في الستين دقيقة الأولى شفت أنه ديونج بروع اليسار كوتينيو بيربط معه قلبة فبحطه ضغط كثير على اليسار فبيحاول يخلو فاتي يضرب ما بين ناتشوف فاران فإذا الدفاع رجع عشان يمنع فاتي بتشوف ميسي وقف على طرف الدائرة باستنى كرة يكون أمام المرمى كانوا يحاولوا دائما يوجدوا ميسي واحد لواحد من هون لهون لا كان فيه شغل لبرشلونة هجوميا حتى في تلك الساعة الأولى كنا نشوف برشلونة أكثر ثقة بتحسه لعبوا لما يمسك الكرة زي ميسي عم بياخد المرابغة السهلة ويرابغوا ما عنده مشكلة بدري كوتينيو بيوقفوا على الكرة بيستنوا بيطلعوا كرة بهدوء في حين هذا شيء ما كان موجود عند ريال مدريد ريال مدريد كان داخل بعقلية أنا لازم ما أخسر قبل أي شيء تاني الفوز حنديره بخبرتنا وفعلياً ليلة مدريد اليوم فاز بخبرته هذا الشيء حكينا في الحلقة قبل يعني يومين إنه إذا فيه شيء بيخلي الريال يقدر يسكر الفجوة اللي طهرت نفسياً هي خبرة لعبة الريال بالكلاسيكو وهذا اللي حصل الريال مدريد اليوم طلع بثلاثة إيجابيات مهمة أولاً الثلاث نقاط طبعاً ثانياً استعادته فالفردي فالفردي للموسم الماضي بعد كورونا نزل فالفردي اليوم قدم مباراة مثالية حركية مش بس تسجيل لعب ما وقف رجع فالفردي اللي بنعرفه والشيء الثالث الروح بتاعت هذا الفريق رجعت كان فيه خوف إنه الفريق بلش يتفكك وبلش فيه كلامه وبلش فيه سلبية هذا الفوز مصيري بغير المصير يا بتروح يمين يا بتروح شمال للإقالة لزيدان فرحت لليمين فزيدان اشترى وقت الآن طويل جداً حتى ييجي حدا تاني يقول والأقيله زيدان في الجهة الثانية عند برشلونة رغم إنه خسر لازم أوضح إنه لازم نتكلم عن اللقاء بجزئيات فيه شيء صار بعد ركلة الجزاء فيه شيء صار بعد أخطأ كومن حنتكلم عنها بس قبل ذلك كان فيه إيجابيات كنا عم نشوف فاتي عم بسجل كواحد من أصغر اللاعبين اللي لم يكن أصغرهم لأنه خلينا أوضح هون فيه خلاف على تاريخ ميلاد اللاعب اللي اسمه ألفونسو السابق حتى بشان هيك برشلونة غرد إنه فاتي أصغر لاعب سجل تاريخ الكلاسيكو وحساب الرسمي للليغة غرد بإنه ثاني أصغر لاعب فيه خلاف على تاريخ ميلاد اللاعب السابق سوى أصغر أو ثاني أصغر لاعب المهم هذا اللاعب اللي بسجل هذا اللاعب اللي بقدم هذا الأداء في الكلاسيكو اللاعب أساسي إن تكسبت فاتي شفت ميسي بأفضل حالة إله بعد مشكلته مع برشلونة أفضل مباراة بلعبها بارتياح بأريحية بسهولة بسلاسة ميسي المعروفة استعدناها اليوم شفناها هذه إيجابية أيضا وشافوا البرشلونيين دست في أكثر من موقف إيجابي للغاية ما نحكيش بعد لحظات الإنهيار نحكي قبل الإنهيار دست كان عم يلعب بشكل ممتاز في موقفين أو ثلاثة خاصة كرة كاسيميرو كان حسن قراره وسرعة قراره يؤخذ لهم لاعب أعطى إشارات إنه ممكن أكون الظاهير الأيمن اللي بس تستنوني لكم سنين لاعب أعطى إشارات إنه ممكن أكون الظاهير الأيمن اللي بتستنوني لكم سنين وبخصوص البداية في بدري تبين إنه دورها التكتيكي كان إنه يضغط على جونيور لما يترجع الكرة وريا مدريدي يستحوذ وبنفس الوقت يعطل الهجم المرتدي دور تكتيكي قام في بدري بشكل ناجح جدا لكن خلينا نحكي اللياقة اللاعب خذلته مع الوقت فبينت أكثر وأكثر مساحات في ظهره بس كدور تكتيكي كان واضح إنه كومان فكر دفاعيا ببدري ما فكر في جوميا وفي الدقيقة 43 من اللقاء اليوم كان فيه تبديل فعليا كان حيضيع اللقاء على ريا مدريد أو يفوز ريا مدريد فاسكس بدل ناتشو قبل الحلقة قلت أنا لو بدي أفكر زي 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 بلعب فاسكس يعني هذا الريال محتاج فاسكس في هذا اللقاء رح لعب ناتشو ظهر ضعف ناتشو ظهرت ردة فعل ناتشو البطيئة على لعبين سريعين مثل ألبا مثل بادي فكانت المنطقة وراه دائما مضروبة لما نزل فاسكس قدر يحتوي هذا الشي فاسكس أهدف الملعب لعب وضع في مواقف أصعب من الوضع فيها ناتشو فكان قادر يدير هذه الدقائق بشكل جيد جدا وقف تلك الجهة خفت الهجمات الخطيرة ربما واحدة أو تنتين نتيجة الكثافة الكبيرة اللي وضحها برشلونة عكس اللي كان يصير خفت الضربات اللي بتصير في ظهره وقدر فاسكس سيكو الناحية الإيجابية لو فاسكس نزل ولعب شكل زي زي ناتشو كنا حنتكلم الآن عن فوز برشلونة طبعا البرشلونين اليوم شافوا بوضوح انه حركيا وبدنيا وحتى السرعة الذهنية بوسكتش بعد اللقاء جاي بتصير اللقطة بوسكتش بتحرك الآن اللي بصير مع بوسكتش نا في شي انتشتريت بيانتش مش عم بتعطيه فرصة ما بعرف اذا ممكن بوسكتش يرجع بس اللي شوفنا اليوم منه انه دائما ابطأ 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 بالمطني خلوني ارجع اشرح شغلة وزاوية مهمة جدا صارت في الشوطة الثانية بدأ الشوط الثاني برشلونة كان افضل متحكم بالكرة لعيبته تقريبا بمرروا الكرات وزوايا التمرير عندهم واضحة فاتي عم بيفلت بالمساحات كوتينيو عم بيسلم مرتاح على الجناح الايسر كنت تحس خلص انه برشلونة اقرب للفوز وبلحظة من اللحظات جاءت كرة غيرت كل شيء ركل الجساء سرجو راموس هون بدأ اللقاء يبين الفرق بين زيدان الخبير في الكلاسيكو وكومن المش خبير في الكلاسيكو زيدان الخبير في المباريات المصرية وكومن اللي لسه بيتعلم كمدرب على هاي المباريات المصرية زيدان على طول دفع بمودرج كومن استنى للدقيقة 80 ولما ايجا يبدل بالدقيقة 80 نزل فعليا ما يشبه الاقرب للثلاثة هجوم وفرق اول شي خط الوسط وهناك كان فيه رد سريع جدا من زيدان انه هو حس انه انا خلص هذا فلت لخط الوسط تماما شكرا زيدان حاول دائما يحتفظ بالكرة بالثرث الاول والثرث الثاني لانه عارف انه ما عد فيه خط وسط ضده فتحكم بالكرة كويس وينزل لاعب واحد اللي هو رودريغو في البداية لاعب هو فعليا بيجر يحطه ضهير ايمن لانه بحب يخلص للدفاع وسريع وفعلا نجحت هذه الفكرة انه تبديل واحد يوازن ثلاث من حيث الحركية لانه ترينكا وغريزمن ودمبلي ما حيخلقوا فوضى مع بعض لازم واحد منهم اللي يكون عم بيلعب فرد عليهم برودريغو وقبلها كان ماسك الريتم بمودلتشو ماسك الكرة وقاتل الاستحواذ واهداياها كومن اللي كمل اكثر واكثر بتبديل برايتويث ففرغ اللقاء تماما انه خضي ريال مدريد الكرة وتبديلات صراحة ما عدت اشوفها بكرت القدم يعني ما عدت اشوف مدرب لما بديه هجم بنزل مهاجمين هذه انتهت في كرة القدم تقريبا يعني تبديلات كنت اشوفها باول التسعينات الثمانينات ربما بتلقاها في مباريات وكانت تنجح زمان بس على نوع كرة القدم الحديثة اصبح صعب التفكر بهذا النوع من التبديلات تبديلات افرغت الوسط تبديلات سلمت الكرة تبديلات اخلت التوازن اخلت الشكل يعني عاد الشكل يعني بطل حدا فاهم شو الفريق بديه لعب او شو اسلوبه او شو بده في فريق هذا الملعب تبديلات بالدل على توتر كان جوا كومنت مقابل هدو معروف عنه زيدان فيه باستثناء نطحة مديرات زي زمان هذا اللحظة الحاسنة بعد الهدف كيف كانت ردة فعلك لما تأخرت لما انحطت بأزمة كيف كانت ردة فعلك هون زيدان تفوق انا برجع اقول 60 دقيقة او 65 دقيقة او حتى لثمانين دقيقة لما بلشت التبديلات الكثيرة حتى تلك اللحظة برشلونة ما كان يستهل يخسر في اخر عشر دقائق كومن قال انا بدي اخسر هنا يعني مباراة بتعلم منها المدرب الهولندي لسه عنده وقت لسه امام لتنين وقت في سباق الدوري زي ما بنعرف ولازم يتذكر برشلونة بهذه الجهة اليمنى المحرمة صعب صعب تكمل موسم وتلعب مباراة كبيرة او ممكن تغلب فرق صغير كثير فيها بس جهة حتى جابت لاعب سريع كذا ما توظفته هجوميا ويعني لازم ينشغل على هذا الموضوع لازم ينشغل على هذا الموضوع بكل صدق حتى لو كان شوي على حساب اريحية ليونال ميسي لانه يعني الملعب بالطول بالعرض كثير مهم يكون عم مفتوح في حين ريال مدريد لازم يشتغل على الناحية الهجومية لانه اللي صار مع قادش ممكن يصير مرة ثانية الثلاث الهجومي مش عم بيشتغل مع بعضه فاز الريال اليوم فاز بخبرته فاز بإدارته اللقاء فاز بركلة جزاء غير اتجاه اللقاء انهار برشلونة ذهنيا لكن لو لاها كان ريال مدريد تحت الضغط وهجومه ما كان عم بيصنعونا فرصة لتلك اللحظة في شغط ثاني فلازم الكل يكون صادق مع نفسه بإيجابياته وسلبياته ويحتفل ريال مدريد بالثلاث نقاط ونشوف لوين رايح هذا دوري ونوصل هنا لهذا الفيديو كنت معكم أنا محمد عوال موجود في فيسبوك تويتر انستغرام وضروري جدا نتابعوني على سيرفيسبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله